اهلا بكم اعزائي المتابعين في فيديو جديد على قناة مينة تك انا مينة عبدو هكون موجود معاكم النهاردة لشرح اخر برنامج موجود معانا في مادة الافيس وهو برنامج الباور بوينت 2016 بالعربي تابعوني بعد قليل اول حاجة لازم نعرفها ازاي ان احنا نقدر نفتح برنامج الباور بوينت طبعا في اي مكان على سطح المكتب بتاعي او جوه اي فولدر اي مجلد بدوس كليك يمين وبعد كده الجديد وبختار هنا العرض التقديمي ماكروسوفت باور بوينت وبيفتح معايا بالشكل ده بقدر ادوس عليه دابل كليك بالشكل ده بيشتغل معايا شكل البرنامج بالشكل ده كده طيب او ان انا بروح على قيمة ابدأ وبنزل على حرف البي وبختار باور بوينت 2016 عشان يفتح معايا بالشكل الادامك ده طبعا هنا بختار عرض تقديمي فارغ والاوالب دي هنشرحها لما ييجي وقتها عرض تقديمي فارغ غير الورد غير الاكسل لما كان اسمه مستند او مصنف لا هنا اسمه عرض تقديمي فارغ وبيشتغل معايا بالشكل الادامك ده اول حاجة معانا قيمة الوصول السريع اللي بيبقى فيها حفظ والاندو والردو يعني احنا لو كتبنا اي حاجة هنا نقدر نسترجع او نتقدم للامام ان احنا نرجع للخطوة اللي احنا طلعنا لها مرة تانية وفيه هنا التشغيل من البداية دي هنشرحها مع قيمة عرض الشرايح لما ييجي وقتها بس بقدر كبان ان انا اضيف اي حاجة ان انا اوصل لها وصول سريع في قيمة الوصول السريع بتاعتي ان انا بادوس على السهم بالشكل ده واضيف مثلا اطباعة السريعة بالشكل ده بدل ما انا اروح على ملف وبعد كده اطباعة بدوس هنا عشان اوصل للطباعة بسرعة طب الغيها ازاي من قيمة الوصول السريع بقدر ادوس على السهم ده برضو وادوس على الطباعة السريعة مرة تانية او اي option بقى ان انا عايز الغيه او اضيفه من السهم اللي موجود جانب قيمة الوصول السريع بعد كده عندي الاكس والماكسمايز والمينيمايز ان انا بكبر او اقفل او اكبر او اصغر البرنامج بتاعي تحت بيعديلي عدد الشرايح لان هنا عندنا دي اسمها شريحة وهنا المربع ده كده اسمه السلايد او الشريحة بتاعتي اللي بيبقى فيها التفاصيل او الpoints او العناوين بتاعتي اللي انا بكتبها وهنا الانجويتش اللغة بتاعتك وفيه هنا ملاحظات هنشرحها لما يجي وقتها وفيه هنا تغيير طريقة العرض والزومينج بس لما يطلب مني تغيير طريقة العرض او الزوم انا بعملها من قيمة عرض وهنشرحها لما يجي وقت القيمة دي بعد كده عندي قيمة ملف اللي بيبقى فيها جديد وجديد هنا ان انا بقدر افتح يا اما عرض تقديمي فارغ او عرض تقديمي باي قالب من اختياري باي قالب من اختياري لانه ممكن يجي يسألك في الامتحان مثلا يقولك انشئ عرض تقديمي جديد باي قالب من اختيارك معدى العرض التقديمي الفارغ يعني انت هتختار اي قالب من دول معدى العرض التقديمي الفارغ ما بنختارهوش او يديلك اسم الآلب اللي هو عاوزه وليكن ماديسون او اطلس فانت لو مش لقيه هنا بتعمل عليه سيرش في البوكس ده بتكتب اسم الآلب وبتطلعه بعد كده بتختاره وبتنشئ العرض الآلب بالشكل ده كده بادوس عليه وبقولله انشاء فبينشئ لي العرض التقديمي بالشكل ده او من قيمة برضو ملف بختار فتح وهنا انا بفتح عرض تقديمي انا كنت شغال عليه قبل كده فبفتحه عشان اضيف التعديلات بتاعتي او حتى اعرض المحتوى اللي موجود فيه عندي هنا قيمة حفظ ان انا هحفظه ان انا كنت عندي ملف اشتغلت عليه قبل كده وحفظته فاضفت التعديلات بتاعتي وعايز احفظها فبدوس على حفظ وعندي حفظ باسم وبقدر ادوس على استعراض عشان احفظ الملف لأول مرة باختار هنا مكان الحفظ بتاعي على اي مكان في الكمبيوتر بتاعي وهنا باختار اسم الملف بتاعي اسم العرض التقديمي وهنا باختار الامتداد بتاعه اللي يكون Power Pulling Presentation الامتداد الطبيعي بتاعه او 97 ل2003 احنا قلنا قبل كده في الورد وفي الاكسل ان لو عندي زميلي عنده اوفيس قديم بحفظه بالامتداد ده عشان يقدر الملف يشتغل عنده او بحول العرض التقديمي كله كPDF ككتاب الكتروني وبعد كده بادوس على حفظ عندي قيمة طباعة والطباعة انا بدي امر الطباعة وعدد النسخ والطباعة المستخدمة وهنا طباعة كافة الشرايح او الشريحة الحالية الشريحة اللي انا واقف عليها او نطاق مخصص وحنا قلنا نطاق المخصص بادوس له 1,2,3 فهيطبع صفحات رقم 1 و 2 و 3 بس او ان انا قديله خمسة شرطة سبعة فهيطبع للصفحات اللي من خمسة لسبعة يعني هياخد خمسة وستة وسبعة بس مش هياخد اي صفحات تانية اخر حاجة موجودة معانا طباعة التحديد طباعة التحديد يعني لو طلعت برا كده وضفت اكتر من شريحة وروح تمحدد الشريحة رقم 3 وروح على طباعة هتلاقي طباعة التحديد ظهرت فبيطبع الشريحة اللي انت محددها اللي انت محددها طباعة التحديد في الورد وفي الاكسيل انا بعمل سيليكشن لفقرة او صورة لكن هنا في الباوربوينت مختلفة انا بحدد شريحة كاملة ما بعملش سيليكت او تحديد على اي محتوى جوه الشريحة ده يمكن نسبة لقايمة طباعة في عندي برضو الوجه واحد او وجهين وهنا الترتيب الصفحات لكن ما فيش هنا نوع ورق زي الورد او الاكسيل طيب برجع هنا ده قايمة الريبون بتاعتي اللي في الشريط الرئيسي او في الصفحة الرئاسية بتاعتي دي قايمة الريبون اللي فيها القص والنسخ ونسخ التنسيق واللسك زي ما احنا ما شفناهم في الورد بس عندي كبان ان انا اقدر من القايمة او الصفحة الرئيسية ان انا اضيف شريحة لو ما عنديش شرايح بالشكل ده بادوس على شريحة جديدة فبيضيف لي الشريحة الرئيسية اللي هي عنوان رئيسي وعنوان فرعي طيب لو انا عايز اضيف شريحة على مزاجي بعمل ايه بادوس على السهم كده وبقدر اختار نوع الشريحة زي شريحة عنوان ومحتوى عنوان ومقطع عنوان فقط فارغة ولو دوسنا فارغة بالشكل ده بتبقى فاضية طيب انا هرسم فيها ازاي من الصفحة الرئيسية برضه والشريط الرئيسي بيبقى عندي هنا في القيمة بتاعة رسم ان انا ارسم مربع نص شايفينها بادوس كده واسحب بالشكل ده فبارسم مربع النص اللي انا هكتب جواه وقدر اضيف اي نوع شريحة بس هو ممكن ييجي مثلا يكون عندي اكتر من شريحة بالشكل ده ويجي يقول لي ضف لي شريحة تكون فرغة بحيث تكون الشريحة دي رقم 4 فبعمل ايه بقف على الشريحة رقم 3 وبدوس على السهم اللي تحت الشريحة جديدة وبختار الشريحة الفرغة فبتضاف ان هي تبقى رقم 4 الشريح برضه ان انا اقدر انقل الشريحة دي اخليها رقم 3 مثلا انا هاسحبها كده بالكليك شمال وحطها مكان رقم 3 عشان اقدر انقل الشريحة بتاعتي ومن كليك يمين اقدر اعمل قص او نسخ للشريحة اقدر اعمل تكرار للشريحة او حزف الشريحة بالشكل ده كده او اقدر ان انا اعمل اخفاء للشريحة لو دست كده اخفاء بيعمل شرط على رقم لو انا عرضت العرض التقديمي ده كشاشة رئيسية بيلغي رقم 3 معايا بيعرض 1 و 2 و 4 و 5 و 6 وبيكمل بعد كده ما بيعرضش الشريحة رقم 3 طيب بظهرها ازاي كليك يمين وبقوله اخفاء الشريحة مرة تانية بيظهر لي الشريحة بتاعتي وهنشوفها بالتفصيل اكتر لما نيجي نعرض عرض الشريح الخاص بنا باجي هنا بكتب كلمة ICDL مثلا بالشكل ده وبظللها وبتدي اشتغل عليها من القيمة الخاصة بخط اللي هي نوع الخط وحجم الخط والتجبير او التصغير حالة الجملة اللي احنا شفناها في الورد اللي هي حالة الاحرف والصغيرة والكابيتل والسمول وهكذا لون الخط البولد الاتاليك والاندال لاين اللي هو الغامق والمائل والتصطير بس هنا التصطير هو سطر واحد مش زي الورد او الاكسل بيديلك اكتر من اختيار يتوسطه خط وهنا بقى الابشن الجديد اللي هو التباعد الاحرف انا بعمل تباعد الاسطر من هنا من قيمة فقرة زي ما شفنا في الورد وفي الاكسل لكن هنا انا بعمل تباعد ما بين الحروف ونفسها بقدر اخليها مجدود جدا بالشكل ده او اخليها واسع ان انا بوسع المسافة ما بين الحروف الخاصة بالكلمة بتاعتي او ان انا تعالوا نكبر الكلمة شوية كده بخليها بعمل لها shadow بصوا كده لحظوا مع الكلمة اول ما هدوس على الاس دي اللي هي الزل بيعمل زل ليه الكلمة بتاعتي بيعمل زل ليه الكلمة بتاعتي اهو بيعمل زل خفيف كده ليه الكلمة بتاعتي ده الابشن ده وتباعد الاحرف ويه الزل الزل النص هما دول الزيادة بالنسبة للpowerpoint بقدر اعمل له محازاة لليمين او اليسار او التوسيط ضبط الفقرة ان انا اخلي الاسطر بتاعتها متساوية ان انا اخلي تباعد ما بين الاسطر زيادة المسافة البادئة او انقذها بتبقى شغالة اكتر على النقط مش على العنوين اعمل هنا تعداد نقطي او رقمي زي ما شفنا في الورد برضو وهنا بقى الابشن ان انا اقدر اخلي حالة الجملة ان انا اخليها ياما افقي ياما باستدارة 90 درجة واخليها بالرأسي كده وان انا احغير الكلمة زي ما انا عايز او ان انا اخليها بقى زي الاكسل للاعلى او للمنتصف ان انا اخلي الجملة او الكلمة بتاعتي في النص بالشكل ده بقدر ان انا من قيمة رسم ارسم اي شكل انا عايزه وعلى غير العادة بقى ان انا ممكن كده بدوس على الشكل بيظهر لي هنا تنسيق الشكل بتاعي وقدر اعمله تعبئة بقى واطار لان الاشكال دي بنحتاجها اكتر بالنسبة للباور بويت عن اي برنامج اخر ان انت بتدي شكل جمالي للنقاط بتاعتك وعمله الارتفاع او العرض بتاعه والتعبئة والشكل بتاعه وكل التفاصيل الخاصة بيه بس بقدر كبان اعمله تعبئة للشكل واطار والتأثيرات بتاعته من جنبه هنا مش لازم ان انا اروح على تنسيق الشكل ومن قيمة شريط الرئيسي برضو عندي بحث واستبدال ببحث على كلمة او بستبدل الكلمة بكلمة اخرى طيب عندي كبان قيمة ادراج وادراج انا بعمل ادراج لجدول زي الورد بالظبط تعالوا كده نمسح الشكل ده وبنمسح ان احنا بنظليله كده بندوس عليه كليك شمال وادوس على زرارة delete اللي في الكيبورد بامسح الشكل بتاعي جدول ان انا بارسم الجدول بالشكل ده واقدر ان انا اديله التنسيقات بتاعته زيه زي الورد بالظبط ومن ادراك برضو بقدر اختار ان انا قادر الجدول excel او ارسم الجدول بايدي زي الoption اللي شفناه في الورد بالظبط بقدر اضيف صورة ارسم الاشكال من هنا زي ما شفناها في الشريط الرئيسي او اضيف smart art ان انا بضيف الشكل بالشكل ده كده مثلا وقول له موافق فانا اضفت هنا شكل توضيح ان انا حط النقاط بتاعتي فيه النقاط بتاعتي ليها شكل جمالي بدل ما هي ما تكون مرصوصة تحت بعضها وما بقف على الشكل بيظهر لي هنا ادوات بختار بقى بغير اللون بغير الشكل بتاعه بعمله تنسيق هنا من تعبئة للشكل والتأثيرات بتاعته بختار اي تنسيق انا عايزه ان انا اكتب كده هقف كده مثلا اكتب ICDL وهقف بره وقف هنا بقى واكتب اي حاجة انا عايزها وبكده انا ضفت النقاط بتاعتي بالشكل الجمالي اللي انا عايزه بقيت بالشكل ده طيب لو عايز امسحه انا هقف كده او هقف كده على الشكل من بره وادوس على delete مساحة ال smart art بتاعي فيه حاجة تاني نقدر اضيف مخطط تعالوا كده نضيف شرايح تانية هنا برضو من ادراك بنضيف شرايح بس طبعا انا بضيفها من الصفحة الرئاسية عادي جدا هقف هنا في الشريحة رقم 9 وهضيف مخطط بس احنا اتفقنا ان المخططات انا ما ينفعش اضيف مخططات بدون بيانات فعشان كده انا بختار المخطط فيه ال powerpoint وليكن عمودي متفاوت المسافات اضاف معايا بالشكل ده بيروح فاتحلي على طول جدول الاكسل اللي انا هضيف فيه بيانات المخطط بتاعي ضفت البيانات هقفله بقى المخطط عندي بالشكل ده طب لو عايز اعدل اي حاجة في المخطط او البيانات بتاعته هقف على المخطط بالشكل ده كده ومن تصميم المخطط هقول له تحرير البيانات بيفتح لي جدول الاكسل لمرة تانية عشان اقدر اضيف البيانات بقدر اغير الالوان بغير نوع المخطط اخليه دائري اعمل اضافة لعناصر المخطط زي العنوان ووسيلة الاضاح خطوط الشبكة وهكذا بقدر اضيف اي حاجة خاصة بالمخطط بتاعي بسهولة طب بتعامل ازاي مع المخطط في الامتحانة وما بيطلبش منك اضافة مخطط وبيجيب لك مخطط متضاف بالشكل ده وبيطلب منك ان انت تنقل المخطط من الشريحة رقم 9 للشريحة رقم 6 مثلا وبعد كده بتعمل حزف للشريحة رقم 9 فهقف كده على المخطط احدده واقول له قص وبعد كده بروح على الشريحة رقم 6 هقول له لصق اهو بالشكل ده وارجع على الشريحة رقم 9 تاني وقول له click mean حزف الشريحة ده كده سؤال موجود في الامتحان بقدر كبان اضيف مربع النص عشان لو الشريحة عندي فرغة اقدر ان انا اكتب فيها معادلة او رمز بس طبعا لازم تقوم بمحدد الكيملة الكلمة بالشكل كده بعدها او قبلها وتضيف رمز مثلا حقوق الملكية واقول له ادراج تمام وبقضيفت رمز حقوق الملكية بالشكل ده اقدر اضيف فيديو او مقطع صوتي ده بالنسبة للقايمة الخاصة بقايمة ادراج طيب من قايمة تصميم بختار تصميمات جهزة يعني بدلا مفضل انصك في الشريحة تنسيق لوحدها انا ممكن ادوس على اي تنسيق منهم بالشكل ده وبيتطبق على كل الشرايح بتاعتي بالكامل مش محتاج ان انا نسق شريحة شريحة بيبقى الشريحة بتاعتي جهزة لاضافة الكلام الخاص اللي انا هضيفة او النقاط الخاصة بي واقدر ارجع تاني لما ادوس على الابيض كده برجع الشرايح بتاعتي لاصلحة بقدر اغير حجم الشريحة بتاعتي من القياسية لملء الشاشة وبختار كده قياسية وقول له اتأكد من الاحتواء فبغير حجم الشريحة بتاعتي اوارجع لملء الشاشة مرة تانية انا بكبر الشريحة بتاعتي مرة تانية اقدر ادي تنسيق للخلفية ان انا بختار لون من هنا ومثلا يكون اللون ده واقول له تطبيق على الكل فبيتطبق لي على كل الشرايح بتاعتي طيب او ان انا برجع بختار اللون الابيض مرة تانية واقول له تطبيق على الكل وبقفلها من هنا يبقى انا كده اخترت لون تنسيق لون خلفية للشريحة بتاعتي عندي قيمة مراجعة وقيمة مراجعة انا فيه التطبيق الاملائي اللي انا بصلح به الاخطاء اللغوية وبدوس كده بيفتح لي هنا مثلا الكلمة لو انا عايز اغيرها بقول له تغيير ولو انا عايز اتجاهلها بقول له تجاهل على طول طب ليه انا بعمل تغيير ومشتغل الكل بس انت كاتبها صح او انت عايزها بنفس الشكل ده وكبان في الامتحانة بعمل تغيير واحد مش تغيير للكل عشان ساعات بيقول لك في الامتحان تجاهل اسماء الاشخاص والعالم ليه الاماكن يعني فلو ظهر لك اسم شخص او اسم بلد او مدينة بتعمل لها تجاهل بنقفل التطبيق الاملائي عندي هنا قيمة عرض وقيمة عرض ان انا بقدر اغير طريقة العرض بتاعتي باختار مثلا فارز الشرايح بيعرض لي الشرايح بتاعتي في شكل كده او برجحها للعادي مرة تانية واقدر ان انا اعمل اتجاه العرض من اليسار اليمين اجيب الشرايح بتاعتي في الشمال او من اليمين اليسار بجيبها في اليمين مرة تانية واقدر ان انا اعمل التجبير او التصغير بتاع الشريحة بتاعتي طيب نفتح كده عرض تقريمي جاهز عشان بتدي نشوف بقية القوائم هنا ده باورو بوينت فيه مراجعة لمادة اسمها التعاون عبر الانترنت مادة من ضمن الكورس الاي سي دي ال وهتلاقوا الفيديوهات بتاعتها على القناة برضو لو انا عايز بقى اعمل عرض للشرايح بتاعتي بادوس كده وتعالوا نشوف بقى الشرايح بتاعتي اول حاجة من الكيبورد لو انا عندي الكيبورد بتاعتي هادوس على F5 F5 الزرار ده F5 اول ما هادوس على F5 بالشكل ده كده بيعرض لي البرزنتيشن بتاعي كفول سكرين كشاشة كاملة بالشكل ده بتقلم ما بين الشرايح ازاي انا بدوس على المسطرة بالشكل ده اهو وبقى اما بالكليك شمال وبتقلب ما بين الشرايح بتاعتي طيب ده بالنسبة لعرض الشرايح طيب انا ممكن اعرض من الشريح اللي انا واقف عليها يعني انا عرضت الشرايح بتاعتي لغاية 5 مثلا فانا عايز ابتدي من الشريحة رقم 5 اقول له من الشريحة الحالية فيبتدي يعرض من الشريحة رقم 5 على طول طيب بخرج من العرض الخاص بالشرايح ازاي ان انا بروح على الزرار اللي في الكيبورد اللي اسمه ESC او الاسكيب او الزرار ده ان انا بدوس عليه فبخرج من الشرايح بتاعتي او من العرض الكامل الخاص بالشرايح فيه تاني ان انا ممكن ادوس هنا في قيمة الوصول السريع اللي هي بتقوم بوظيفة ال F5 ان انا بعرض من البداية او تحت هنا جنب الزوم ان انا بعرض من الشريحة الحالية بعرض من الشريحة اللي انا واقف عليها بس انا كبان ممكن اعمل عرض شرايح مخصص ان انا بروح على عرض الشرايح المخصص بالشكل ده واقول له عروض مخصصة وبعد كده اقول له جديد وابتدي اقول له انا عاوز اعرض شريحة رقم 3 والشريحة رقم 6 والشريحة رقم 9 بالشكل ده بس مش عايز اعرض شرايح تانية واقول له موافق وبعد كده اقول له اظهار هيعرض الشريحة رقم اهي 3 و 6 و 9 وخلاص على كده وقفلنا العرض التقديمي وبيبقى متسجل عندك بالشكل ده عروض مخصص رقم 1 انت تدوس عليه عشان يعرض لك العروض المخصصة طب بقدر ان انا ادوس عليه واعمله تحرير ان انا اعدله اضيف شرايح واحذف منه شرايح او اقول له ازالة ان انا بحذفه خالص من العروض المخصصة بتاعتي لو انا واقف على الشريحة رقم 4 مثلا وعايز اضيف ملاحظة بقف على ملاحظات هنا واضيف الكلمة اللي انا عايزها بالشكل ده واقف هنا في اي مكان فاضي ادوس كليك شمال عشان الملاحظة بتاعتي تثبت طيب فايدتها ايه ان انا لو دست كده عرض للشرايحة من الشريحة رقم 4 من الشريحة الحالية بيعرض للشريحة بس ما بيعرضش الملاحظة الملاحظة دي بتبقى ملاحظة ليك انت بتشوفها قبل بدء العرض عشان تفكرك ببوينت معينة او نقطة معينة فبتشوفها لكن ما بتظهرش اثناء العرض الكامل للشاشة الكاملة بتاعتي بنيجي بعد كده القيمة انتقالات والانتقالات احنا اول ما بندوس على لحظة واحدة القيمة الخاصة بانتقالات تعالوا نفتح العرض التقديمي بتاعنا ونضيف هنا اي حاجة نضيف مثلا جدول ونبتدي ان ننصك الشرايح بتاعتنا من هذا الجهاز واروح على سطح المكتب واضيف الصورة دي مثلا فانا عندي شرايحة اول ما هدوس على F5 هتلاقي بيعرض لك الشريحة على طول اهو وخلاص كده العرض انتهى طيب الانتقالات دي بتعمل اي بقى بتدي حركة جمالية للشريحة وهي دخلة اثناء العرض يعني لو دست كده ودست مثلا على انكسام هتلاقي شوه بيعرض الشريحة بالشكل ده ودست هنا على مسح هتلاقي بيعرض لك الشريحة بالشكل ده دست هنا على كشف هتلاقي بيعرض لك الشريحة بالشكل ده تعالوا كده نخش على F5 شايفين بقى فيه شكل Graphic ليه الشريحة وهي دخلة او هي بتتعرض طيب اول ما دست على اي حركة اتعمل لي تحتاج نجمة يعني الشريحة دي كده متضاف فيها حركة انتقالية طيب لو عايز اضيف بقى امسح الحركة انتقالية دي من الشريحة اعمل ايه هاختار بلا هتلاقي النجمة راحت والشريحة ببقاش فيها حركة انتقالية طيب لو عايز اضيف حركة انتقالية على اي شريحة بقى اختار الشريحة وادوس الحركة الانتقالية بالشكل ده طيب لو عايز بقى اطبق حركة انتقالية بس هتبقى هي هي نفس الحركة مش ينفع عمل حركات مختلفة على كل الشريح اختار كده مثلا انكسام واقول له تطبيق على الكل هتلاقي كل الشريحة اتعمل تحتها نجمة واتطبقت نفس الحركة الانتقالية اهو بصوا نفس الحركة الانتقالية اتطبقت على كل الشرايح طب لو عايز احزف بقى الحركة الانتقالية دي من على كل الشرايح بقى احنا قلنا لو شريحة واحدة هدوس بلا طب على كل الشرايح هدوس بلا واقول له برضو تطبيق على الكل ابقى كده مسحت كل الحركات الانتقالية اللي موجودة على كل الشرايح بتاعتي القايمة اللي بعد كده اللي هي حركات والحركات انا بطبق بقى حركات او شكل جرافيك للمحتوى اللي جوه الشريحة بتاعتي للمحتوى اللي جوه الشريحة بتاعتي شايفين هي مش ظهر اول ما احدد كده هتظهر معي وقول له مثلا انكسام بالشكل ده واحدد الجملة التانية واقول له مسح بالشكل ده تمام فهنا عمل لها رقم واحد وهنا عمل لها رقم اتنين تعالوا كده ندوس F5 ما اظهرش المحتوى معي زي ما بيظهر كل مرة هيظهر امتى بقى اول ما ادوس على المسطرة او الكليك شمال هيبتدي يظهر لأول point وبعد كده تاني point طيب فعايزة مسحة هختار كده الجملة واقول له بلا وبعد كده هختار هنا واقول له بلا بس هنا بقى ما فيش تطبيق على الكل وكبين انا ممكن ادي اعادة ترتيب للنقاط بتاعتي جوه العرض التقديمي يعني هنا مثلا انا عايزة اعرض اللي تحت دي الاول فوقف عليها الاول وديها الحركة اول واحدة بالشكل ده فده هنا رقم واحد وبعد كده رح مختار هنا ومديها شكل بالشكل ده كده فاختارها اتنين تعالوا ندوس على F5 مصطرة ظهر لي الكلمة اللي تحت الاول وبعد كده ظهر لي الكلمة اللي فوق بعدها فمعنى كده ان انا اديت اعادة ترتيب للنقاط بتاعتي اللي جوه السلايد او جوه الشريحة بتاعتي فقدر عمل لها اعادة ترتيب زي ما انا عايز واختار بلا كده عشان احذفه كده يبقى احنا خلصنا برنامج الpowerpoint اللي موجود في مادة الاوفيس الخاص باوفيس 2016 في كورس الاي سيد ايل بتاعنا باللغة العربية انتظروني في الفيديو القادم ان شاء الله على قناة مينة تيك كنت معاكم مينة عبدو ما تنسوش تفعلوا الجرس وتشتركوا في القناة وتعملوا مشاركة للفيديو عشان يوصل لاكبر عدد من الناس شكرا لكم موسيقى 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 موسيقى